بسم الله الرحمن الرحيمة عزيزي جماهير الأهل العظيمة جماهير أعظم نادي في الكون أهلاً ومرحباً بكم على قناتكم قناة النادي الأهلي وحلقة جديدة من السديو التحليلي ومباراة الحلم طبعاً الحلم إن شاء الله يتحقق الحلم اللي إحنا منتظرينه من بداية الموسم حتى الآن اللي اتعامل إنجاز كبير جداً 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 ناقص خطوة على الحلم زي ما بيقولوا ناقص دقة على الحلم إن شاء الله يتحقق النهاردة لكل الأهلوية الحلم ده ويكون اللقب رقم 11 في دولاب المارد الأحمر في ماتش الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا اللي هيتلاعب النهاردة إن شاء الله كمان الساعة بسيطة الساعة 9 على مركب محمد الخامس في المغرب في وقعة فريدة من نوعها من تأليف وإخراج للاتحاد الإفريقي الكاف في البداية زي ما بنقول في تعنت وقلنا الفترة اللي فاتت دي كلها أو الأسبوع اللي فات ده كله أو الأسبوعين اللي فات ده كلهم في تعنت وفي ظلم واضح جداً 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 من الاتحاد الإفريقي للنادي الأهلي في إهمال من الاتحاد المصري للنادي الأهلي لكن المجاملات كتير جداً زيادة عن لزوم الكاف مجاملاته كتير جداً على حساب النادي الأهلي هو عايز يعوض اللي حصل من ثلاث سنين للوداد في ماتش الترجي لو حضراتكم فاكرين لما الفور ما اشتغلش من ساعتها هو عايز يعوضه بس مش على حساب النادي الأهلي الكبير مش على حسابنا أبداً النادي الأهلي كبير النادي الأهلي ما يهموش أبداً حيلعب فين؟ وحيلعب مع مين؟ ترجمة نانسي قنقر